لمزيد من التحليل ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي أبو بكر صغير مساء الخير سيد أبو بكر صغير أهلا بيك إلى سكاينيوز عربية بعد تصريحات الطبوبي هل تتعمق الأزمة بين الاتحاد وبين السلطة السياسية المتمثلة في قيس سعيد نعم الأزمة تتعمق وما حدث اليوم هو خطوة أخرى اتجه إليها الاتحاد العام تسيشغل في التصعيد مع السلطة السياسية بالبلاد لأن خطاب اليوم ألقاه أمين عام منظمة نقابية منظمة شغيلة ولكن كان خطابا سياسيا بامتياز لأول مرة الاتحاد العام تسيشغل يفصحه صراحة عن مواقفه عن قضايا كانت مسكوتا عنها باعتبار أنها ليس من مشمولاته كقضية الموقوفين الذين أشار إليهم ووجه لهم تحية وقضية القضاء الذي ذكر القضاء بأنهم أقسموا وكذلك الأحزاب السياسية أعتقد أن اليوم تونس تعيش وضعا تمزقه خلافات هناك خطوة أخرى في هذا التصعيد تتجه إليها ستكون لها عواقب كثيرة أعتقد أولا بما هو موصول بما سيكون عليه قبل أن تتحدث عن العواقب سيد صغير سيد صغير قبل أن تتحدث عن هذه العواقب الاتحاد العام للشغل قوة نقابية لكنه الآن وباعترافك يؤدي دورا سياسيا هل ترى بأن هذا هو أفضل طريق لمعالجة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس برأيك نعم هذا سؤال وجيه أولا الاتحاد ليس بنفس حجمه وقوته كما عرفناه خلال السنوات الماضية هناك أولا الوضع السياسي داخل البلاد تغير تماما لم تعد تلك العشرية السوداء التي نعيشها ورئيس قيس سعيد ما زال يتوفر على عناصر قوة خاصة بما هو موصول بشعبيته وتؤكد ذلك كل عملية سبر الأراءة فيما إذا تحصل انتخابات رئاسية الآن وثالثا أنه يتجه إلى إنجازات مطلوبة من قبل الشعب خاصة بما يتعلق بالقضاء على هذا الإسلام السياسي ومحاربة الفساد وتلقية الصلط والإدارة من هذه الشوائب التي غمرتها خلال العشرية الماضية أعتقد هذه عناصر قوة بالنسبة لرئيس الدولة ولكن الاتحاد لا يملك كل عناصر القوة التي عرفها في العشريات الماضية فهو يشهد انقسامات داخلية ولم يعد ذلك الإجماع كما رأيناه في سنة 2013 عندما حصل على جائزة نوبل مع منظمات أخرى باعتباره أنه كان يمثل القوى التقدمية التي جامعة لكل الطيف السياسي لم يعد هذا وبالتالي المعطيات غيرت مهما حدثت هذه الانقسامات هناك من يقول بأن الاتحاد التونسي للشغل قوة نقابية ضخمة لا يمكن تحييدها من الشارع في تونس برأيك كيف سيتطور هذا الخلاف بين الاتحاد وبين الرئيس قيس سعيد ما الذي يمكن أن يقوم به قيس سعيد من أجل احتواء هذا الخلاف نعم المشكلة التي تتجه وتعيشه تونس اليوم لا أحد يريد أن يتنازل عن موقعه فرئيس الدولة ثابت في توجهه وفي مشروعه الإصلاحي وقد أكد في أكثر من مرة أنه لا رجوع إلى الوراء في أي قرار أو مرسوم أو إنجاز سياسي اتخذه واتحاد الشغل غير قابل تماما وهو يدرك أن هذه المكينة الرئاسية ستصله في مرحلة قادمة خاصة بما هو موصول بملفات تتعلق ببعض النقابين وقد رأينا إيقافات في سوف النقابين أعتقد أن الأمور ستزداد حدة ويزداد الوضع توترا داخل تونس إذا لم توجد أصوات عقلاء تنادي إلى التعقل إلى التهديئة تنادي إلى منطقة رمادية يمكن أن يشترك عليها الجميع حول وطن اسمه تونس فإذا لم تتوفر الإصيغة فالأمور ستزد تعقيدا ولكن الطبوب استعمل كلمات قوية بأن لن يسمح بالقمع والاستبداد في تونس يعني هو يرى ربما في بعض خطوات الرئيس قيس سعيد خطوات تنحو منح الاستبداد والقمع كيف تحول الأمر إلى هذا الحد؟ كان الاتحاد من أشد الدعمين للرئيس سعيد وما قام به من خطوات في يوليو من عام 2021 نعم هذا سؤال جيد لأن في تقدير موقف المنظمة الشغيلة تحديدا قيادتها أنها تدرك أن المواجهة قادمة إذا تواصلت الأمور على هذا النسق وأن الاتحاد سيخسر الكثير من هذه المواجهة وبالتالي نراه أنه بات يستعمل كل الوسائل بما في ذلك الدعم الخارجي وقد رأينا كيف تم جلب ودعوة عديد القيادات النقابية الأوروبية للمشاركة في أي تحرك يقوم به الاتحاد وكان رد الفعل السلطة حاسما في هذه المسئلة هناك 14 دعوة وجهت تم رفض دخولها إلى تونس وبالتالي لأن لا أحد يريد أن يتنازل الاتحاد ما أراه أنه بالفعل يدرك أنه سيعيش مرحلة عصيبة مرحلة غير مسبوقة في تاريخي على الأقل الحديث فهو سيكون في حالة مواجهة مباشرة مع السلطة لأن لا أعتقد أن رئيس قيس عيد سيتنازل لقيد أنملة في أي مكسب نهيكا أكد أمس عند لقائه بوزير الشمالية المجتمعية أن الدولة ثابتة في اتجاهها بالنسبة إلى أن كل طرف يقوم بدوره اسمح لي فقط أنت ذكرت النقابات العمالية الأوروبية ألا تعتقد بأن لها تأثير على سمعة تونس وعلى السلطة التنفيذية الآن وبأن الأمر لن يكون في صالح قيس أسعيد في هذه المرحلة نعم نعم هذا صحيح كل القرارات وكل ما يعلنه رئيس الدولة بما في ذلك فيما يتعلق بالهجرة له تأثير خارجي ولكن رئيس الدولة لا يأخذ بعين الاعتبار هذه المساهل وليس في تقدير مواقفه وبالتالي فهو يرى أن الاتجاه الذي ينحوه هو الأسف وصحيح هو الذي يجب أن تسير عليه الأمور إلى تونس ولكن ماذا سيكون ثمن ذلك في نهاية الأمر وما هي استبعاته على مستوى استقرار البلاد والوضع الاجتماعي والوضع السياسي أعتقد هناك أسئلة حارقة ونقاط استفهام كثيرة توضع اليوم فوق تونس بخصوصه إلى أين تتجه الأمور أشكرك أبو بكر الصغير الكاتب والبحث السياسي من تونس شكرا لك